أم هيثم تقول هذا ما جناه بشاغة على نفسه عندما تحالف مع حفتر فما عليه إلا العودة وهذا كلام طبعا أم هيثم فما عليه إلا العودة للشرعية في طرابلس ويطالب سويا مع الدبيبة اعتقال حفتر كمجرم حرب وتسليمه لمحكمة الجنيات الدولية تقول أم هيثم رسالة أيضا من عبد العظيم من الأردن يقول الأحكام كثيرة فقد حكم قبل ذلك على حفتر ولكن الخطر لم ينتهي على اعتبار بأن حفتر مازال طليق لكن هذه المرة الحقيقة منع من السفر والانتظار الوصول في أي منفذ ليبي طبعا الآن المقصود بها المنافذ التي تسيطر عليها حكومة الوحدة لأن بشاغة يتحرك في الشرق طليقا